بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه أنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واغتلوا اليتاما حتى إذا بلعوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجاء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين والمساكين صرقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية انضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما غلما يأكلون أموالا يتاما غلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفعين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولدك فإن لم يكن له ولد وريثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أذواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أودين وإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكم لواحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين أودين ماء رمضان وصية من الله والله عليم حريم تلك حدود الله ومن يطع إلا رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآلوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تريثم ساكرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأعسى أن تكرهوا شيئا فأعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج وكان زوج وآتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بغتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميتاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان أفورا رحيما والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما أرى ذلكم أن تبتوا بأموالكم محصرين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بيمانكم بعضكم من بعض فانتحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين مفاحشة فعليهن لصما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العانة منكم وأن تصبروا خير لكم والله وفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبركم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاطٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُلْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَنَ اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِ مُوكَبَاءً رَمَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُرْخِلْكُمْ مُرْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْرَكُمْ عَلَى بَعْرْدُ للرجاء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موادية مما ترك الوالدان والأخربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين تحافون نشوزهن فعيضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبوا عليهم سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما وعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختاناً فخوراً الذين يرخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا بالكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قريناً فساخرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً إن الله لا يرم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لذنه أجراً عظيماً فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفوا وعفوا الرسول لو تسوا بهم الأرض لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاراً حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوباً إلا عابري سبيل حتى ترتفلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لهمستموا النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوبكم وعيديكم إن الله كان عفواً عفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوضوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم وصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يغلمون فتيلاً انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً سوف نصليهم ناراً كلما نرجح جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنرخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لأن فيها أزواج مطخرة ونرخلهم ظلاً ظليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعرل إن الله لعما يعركم به إن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرخون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرهم وكلهم في أنفسهم قولاً بليراً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إغرموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً فنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يرعبون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ومن يطلناها والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشغداء والصالحين والصالحين فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزاً عظيماً فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لذنك ولياً واجعل لنا من لذنك نصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاعوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لما اتفع ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفطفون حديثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً من يطلع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيراً ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم عرى الذي تكون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتفى بالله وكيلاً أفلا يتتبرون القرآن ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيه اختنافاً كثيراً وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أباعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقاتل في سبيل الله لا تفلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عشى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد ثنكيلاً من يشفع شفاعة حسنة يكون له نطيب منها ومن يشفع شفاعة سية يكون له كثل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفروا لك ما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقرتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فلقاتلوكم فإن يأتسلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يأتسلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فخفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطرا ومن قتل مؤمنا خطرا فتحرير رخبة مؤمنة وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رخبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ميثاق وفدية مسلمة إلى أهله وتحرير رخبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ثوبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قالدا فيها وعذر الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومعفرة ورحمة وكان الله وفورا ظهيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عثى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا رفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره وعلى الله وكان الله أفورا ظهيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تخفروا من الصلاة إن شفتم أن يفقنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأثي طائفة أخرى ولتأثي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمفعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حيركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمألنتم فأطيعوا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بفراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واشتغف لله إن الله كان رفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أكريما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجري الله رفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصلقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بفضاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع عير سبيل المؤمنين ويتبع عير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يعفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقرضا لضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك رصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن حلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خفر فسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجذ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا لصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون بخيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وإلا ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يختيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء وإلا تي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقشط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا واصطلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتخوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله فلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ونيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يرهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يرير ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِينَ بِالْقِسْفِ شُهَدَاءِ اللَّهِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْا أَنْفُسِكُمْ أَوِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقر ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليعفر لهم ولا ليحفيهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذر عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا دراؤنا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلج الله فلن تجر له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمر ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولو يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وطورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا الله جهرة فأخذتهم الصراعقة بظلمهم ثم اتخذوا الأجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في الشبك وأخذنا منهم ميثاقا غليرا فبما نقضهم ميثاقهم وكفهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا علف بل طرع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى من مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برّفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقبله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارور وسليمان وسليمان وآتينا داود ذبورا ورسلا قرق فصدهم عليك من قبل ورسلا لم نقصفهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وبالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وولموا لم يكن الله ليعفر لهم ولا ليهديهم طريقا طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أمدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربهم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المشيخ إيسان مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تخوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيروفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ويعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيرخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يشتفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حر الأنفيين نبين الله لكم أن تظنوا وهو عب بكل شيء عليم